ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الاجتماع الثاني للجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء اللجنة وتم خلال الاجتماع مناقشة المسودة الأولى لتقرير البحرين الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تضمن ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات كفيلة بتعزيز المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير أفضل الخدمات لذوي العزيمة وحماية حقوقهم وصون كرامتهم كما تم استعراض ما أجازه المكتب التنفيذي للجنة وبحث الخطة الوطنية لاستراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأشاد أحمدان بالجهود المبذولة في سبيل خدمتي ورعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منوها بأهمية تحديث الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق ذوي العزيمة والعمل على تطويرها بشكل مستمر وبما يتلاؤم مع ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر